هل الساعات المقبلة ستكون حافلة بالتطورات بعد كم التحذيرات والتهديدات التي أطلقت من كافة الأطراف وهل نتوقع ردا فعلا إيرانيا واسعا وكذلك ردا إسرائيليا على الرد الإيراني يعني بالتأكيد بعد ما حصل من استهداف للقنصلية الإيرانية في دمشق أكيد أن إيران قد ترى في عدم ردها هي إهانة بالنسبة لها إيران لديها أهداف ولديها رؤى أيضا تريد من خلالها أن تنقل أكثر من رسالة في هذا الرد ولا يمكن الذهاب باتجاه أن إيران لن ترد جميع المحطيات تقول أن إيران سوف ترد لأن لها أهداف ومن هذه الأهداف أولا أن إيران ستناور في نوعية الرد وحجم الصواريخ وقوة الرد من أجل مصالح شخصية قد تفاوض من أجلها الجانب الأمريكي ومن جهة أخرى إيران يجب أن ترد ويجب أن تخرج بعض الصواريخ وبعض الأسلحة من مخازنها لكي تري المنطقة أيضا ما نوع السلاح التي تملكه إيران وبالتالي رسالة للشرق الأوسط رسالة إلى دول جوار رسالة إلى إسرائيل بأننا نملك من القوة الصاروخية ما لا يملكه الغير فبالتالي اليوم الجميع يترقب ما هو نوع الاستهداف أنا لا أتوقع أنه سيتم الاستهداف من قبل فوائلها سواء في العراق سواء في سوريا أو لبنان لأن لا أتوقع أن هذه الدول سوف تسمح بالرد من هذه الأراضي لاعتبار أن الاستهداف حصل على سفارة وقنصلية إيران أي بما معنى انتهاك للسيادة الإيرانية وليس كما كان يحصل سابقا لذلك إيران سوف تقوم بالرد لكن ما هي الأهداف التي وضعت لهذا الرد نتوقع أن تكون أهداف بحرية لسفن بحرية موجودة في البحر الأحمر ممكن أن تكون لقواعد مراكز عمليات إسرائيلية وهذا الرد هو قادم حتما وبالتالي أكيد إذا ما حصل هذا الرد إسرائيل صرحت علانية أنها سوف تقوم أيضا بالرد كردة فعل على ما حصل وخصوصا وعلينا أن لا ننسى يعني أن إسرائيل نعم طيب بتقديرك لماذا تأخر الرد الإيراني لغاية الآن هل لحسابات سياسية بعسكرية أم نتيجة الضغوط التي مورست على طهران من خلال الرسائل التي نقلت من واشنطن إلى طهران عن طريق وزراء خارجة العراق والسعودية وقطر والإمارات يعني ممكن كل الاحتمالات واردة هذه أحد الأسباب وممكن أن تكون هي عملية استخباراتية وبالتالي في العمل الحربي لا يمكن الإعلان عن ساعة الصفر أو عن موعد الأطلاق أو عن موعد الاستهداف بالتالي إيران تملك من الخبرة العسكرية والاستخباراتية شيء الكثير فلا أتوقع أن الذي تم توقعه في الإعلان هو سوف يكون حصراً من التوقيتات التي أعطيت خلال اليومين الماضيين فبالتالي أنا أتوقع من جهة أنها ضغوط على الجانب الإيراني بأن لا يكون الاستهداف قاسي أو الاستهداف مؤثر لأن بالتالي هذا الاستهداف المؤثر سوف يجابه برد فعل وعلينا مثل ما قلت أن لا ننسى أن هناك إسرائيل قد جهزت نفسها قبل 7 أكتوبر وكانت هناك عمليات وتمارين واستعدادات كاملة في الأجواء من الاستخدام طائرات الـ F-35 في ضرب أهداف داخل العمق الإيراني وكانت الأهداف قد حددت من قبل الجانب الإسرائيلي لكن عملية طوفان الأقصى قد أجل هذا الموضوع أو فشلت العملية في استهداف إيراني فأنا أرى أن هذا الرد هو قادم ولكن حجم التأثير الذي سيحصل هذا أتوقع وسيكون فيه طاولة حوار وفيه أيضا مكاسب إيرانية قد تحصل عليها نتيجة ما سوف تقرره الدول المشاركة في هذه المفاوضات